عندها عدة تأويلات وخز الأطفال في الإبتدائيات بالإبر عندها عدة تأويلات نقول لها لعدة أشياء أول شي هو غرس وزرع الدبدابة والوهم وسط الشعب الشعبي واللي عايش فيه وهم الإبر يعني يقولوا الشعب مركز فقط دراري يعني المرأة ما رحش تقعد في المنزل صباحا تاخد ابنها تعاود ترجع ترجعوا للمنزل تعاود تدهت تعاود ترجعوا مساء يعني المنزل ما كاش يعني دب دبت كل المرة هي المجتمع المجتمع رح كامل ربما هو وهم ولا شي هذا نقوله من باب ومن باب تاني يعني اللي رأنا نشاكين يعني أنه 80% قريبا هو سحر هذا عبارة عن سحر الدم معروف يعني في الفيديو هذا اللي انتشر اللي عملته شرحت فيه سحر الإبر معروف سحر الزونوش وهو سحر الإبر هذا يستعمل يعني للتمريد إما التمريد إما الموت يعني بورام يعني الله يبارك الدرك الوطني والشرطة اليوم والأيام الفائتة أمسكوا يعني مشعويدين وبالأدلة بالإبر وبالدم الأطفال وكل شي نعم والجهات يعني اللي راه يتخدم في هذا الشي يعني مشعويدين وسحارة معروف وفيه يعني جهات راه يتعمل على زعزعات أمن الوطن يعني بشر الرأي العام كله يولي مركز على هذا الشي هذا سحر أسود سحر الدومة سحر الكابالة سحر اليهود سحر الزونوش سحر الفودو يعني مزيج من الأسحار تؤدي إلى الموت أو الإعاقة يعني أشياء يرتلها بالدم نعم سحر الدم أخطر أسحار سحر الدم حبيت نسق سيك يعني همام يديرو هكال يعني بشي أديو الطفل ولا بشي أديو شخص واحد آخر بالدمتاع الطفل هذا يععملوا كل شي كيفاش يقولوا مشي صيد عصفورين بحجر واحد صيد عصفورين بحجر واحد صيد عصفورين لما تخرج من دارها المجتمع كله يمدبدب المجتمع الآن كله مدبدب ومن أهم أهم شي كتر من السحر هو تشويه صورة الحجاب والجلباب والنيقاب يعني الآن ولو أطفال يمشي مع الوليد التاعو يقولوا هذيك عمل الجلباب يعني فر منها هرب هرب منها راح ديلك الإيبر يعني ولو نساء عملوا فيديوهات يبكوا قال لك أطفال ولو يخافوا منها طيب هل ربما فيه جهات خارجية تسعى لهذا الشيء؟ أكيد فيه جهات خارجية سحر هذا اسمه سحر يعني زونج شكون من لأدخل زونج هذول البلد ويعني سحر الكابالة سحر اليهود أيضا اليهود الآن أصبحوا يعني جيران رمجبهم حطوهم أمامنا يعني حطونا في الوسط طيب هل هؤلاء السحر يستهدفون أطفال لهم واصفات معينة أم يعني الطفل اللي يلقاوه يعني كان يقول لك هذو كل عندهم بلد زهريين نعم هذه سألوني كثير عليها هذه الزهرية قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله قال يعني أفضل الناس عند الله هما المتاقين إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولو ليس الزهرياكم هذه الزهرية اختاروها السحارة يقول لك هذا الإنسان زهري مثلا عنده خط في اليد عنده عين خضرة وعين يعني لونها بارد شوية عنده كذا عنده دم محلو عنده كذا وهما يشوفوا يعرفوا يعني كيكون سحر متمكن وعاليم يعرف إنه هذك الطفل ما روش متل باقية الأطفال ياخد منه هذك الدم يعني ويخدم به سحر بالدم هو السحر يعمل بالقطر بالملابس منتع الإنسان بالشعر تاعه بالصور تاعه وأخطر سحر بالدم تاعك يعني بالدم تاعه هذك الإنسان معرض جدا إلى إعاقة أو موت أو انتحار أو يعني أشياء وخيمة طيب شيخ ماذا يحدث للطفل بعد الإصابة بالوخز هل فيه أعراض ربما الطفل تعرض للوخز ولكن ما حكاش الأم والأب ونساء وبالك مع اللعب مع دلالي صغار لما يصنع السحر لما يوخزه وياخده منه الدم تاعه أو يوضع فيه دم هذك الحيوان اللي يدبحه لغير الله لما السحر يعمل السحر تاعه يدبح هذك الضبع أو هذك الحيوان على المصحف يعمل نجاسات وكذا ياخد هذك الإبرة يوضع فيها قليل من أطر الدم يعني يوضع في هذك الطفل وياخد منه يعني لما يوضع سحر الإنسان باش يعني يطلق ولا إنسان لمحق المال للإفلاس ولا إنسان للتمريض ولا سحر الموت لأي إنسان هذك الإنسان ويخدم فيه السحر والطفل هذك ليعتقد السحر أنه زوهاري يعني ممكن جدا تكون الوفاة تتاحهم في نفس الوقت